فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى أبي بكر رفيقي في الغار وعلى عمر قامع الكفار وعلى عثمان شهيد الدار وعلى علي القائم بالأسحار وعلى آله وأصحابه خصوصا المهاجرين والأنصار وسلم تسليما كثيرا كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أحبتي في الله أهلا ومرحبا بكم عبر شاشة قناة الندى الفضائية وسأتلقى أسئلتكم واستفساراتكم وأسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنة وصفاته العلاء أن يستخرج مني ما يرضيه عني فإنه ولي ذلك والقادر عليه وعند يدي الإجابة على هذه الأسئلة أريد أن أذكر نفسي وحضراتكم الأكارم بقول الله عز وجل ولا ذكر الله أكبر ولا ذكر الله أكبر آية في صورة العنكبوت يعني أي معناها ولا ذكر الله أكبر أي إن ذكر العبد لربه أفضل من كل شيء فهل أنا وأنت عمرنا أوقاتنا بسبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله وصلاة وسلاما على سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم الجواب بل الإنسان على نفسه بصيرا فإن الله سبحانه وبحمد قال في صورة البقرة فاذكروني أذكركم وما معناها اذكروني بطاعتي أذكركم بمغفرتي وما من أحد فينا إلا وهو في أمس الحاجة إلى مغفرة الغفور الغفار فما الذي يوصلنا إلى هذا كثرة ذكر الله عز وجل فإن الله سبحانه وبحمده قال في كتابه العظيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا فعليك أن تعود قلبك ولسانك كثرة التسبير والتحميد والتكبير والتهليل والحوقلة والصلاة والسلام على سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم وذلك امتثالا لقوله جل وعلا إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما فدائما وأنت مسافر وأنت ذاهب وآيب وأنت في الحضر عليك أن تعمر وقتك بتلاوة القرآن العظيم بالذكر فإن في ذلك خير عميم لك أيها الموفق هذا ما أردت أن أذكر به نفسي وإياك على الله تعالى أن ينفعني وإياك بما قلت تعالوا بنا لنأخذ شيئا من من هذه الأسئلة بارك الله فيك تقول أخت كريمة زوجي بيلعب لعبة على الفور بشحن لها بفلوس وبيراهن على متشات وكسب منها مبلغ وأنا محتاج حاجات في بيتي وخيف أخذ من الفلوس دي عشانه يكيد حرامه اللي أعمل إيه الجواب بحول الملك الوهاب هذا المال مال محرم وهذا الذي يفعله زوجك هدان الله وإياه إلى الحق والصواب هذا قمار هذا قمار والله جل وعلا قال في كتابه الكريم إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه يبقى الفتوى إيه إن فعل زوجك فعل محرم طيب دي واحد اتنين هذا المال محرم طيب ليه إن هذا قمار طيب دورك إيه دورك أنت رقم واحد تدعو الله أن يهديك وإياه وأنت ساجد بين يدي الله في الصحر أي في السدس الأخير من الليل حيث يتنزل الرب جل وعلا في الثلث الأخير تنزل يليق بجلاله سبحانه وبحمده فيقول هل من سائل فأعطيه هل من مستغفر فأغفر له هل من مستعيد فأعيذه فأنت تطلبين من الله القريب أن يهديك وإياه رقم واحد طيب رقم اتنين في أوقات الهدوء والإنسجام فيما بينكما ذكريه بالله أن هذا حرام وأنني أحبك وأريد لك الجنة التي أريدها لنفسي والجنة لها مسوغات فمن مسوغاتها أن نأتمر بأمر ربنا عز وجل وأمر رسولنا صلى الله عليه وسلم وذلك عبودية لله وحده وأن ننتهي بنهي الله عز وجل وأن ننتهي بنهي رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم عبودية لله وحده أيها فدون أن تتأستذي عليه ودون أن تتمشيقي عليه ولكن يكون بأسلوب فيه لطف وأدب وحكمة ومحبة ورحمة وشفقة على الله أن يهديني وإياه إلى الصراط المستقيم والله أعلم وهذا من باب وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان ومن باب حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في صحيح مسلم من رأى منكم منكرا فلغيره بيده فإن لم يستطف بلسانه فإن لم يستطف بقلبي وذلك أضعف الإيمان فأسأل الله أن يشرح صدره لما تتفضلين عليه به من الموعظة الحسنة والله أعلم سؤال آخر طلاق الغضبان طلاق الغضبان الذي وصل به الغضب شديد إلا أنه مع شدة الغضب قال الجوية أنت طالق من الطلقة بدون قصد الطلاق طيب وكان الزوج حائب هل يقع الطلاق الذي أنصحك به أن تذهب إلى دار الإفتاء وتعرض مسألتك عليهم وحبذ لو أخذت زوجتك معك أي نعم فإن العالم سيستوضح منك بعض الأمور وبناء على سماع العالم لكلامك واستفتائك وبناء على استضاحه واستبيانه سيفتيك هل هذا طلاق أم لا لكن من باب التعليم والتعلم وليس من باب الفتوى أن الغضب ينقسم الغضب على ثلاثة مراتب أول نوع من الغضب يغطي الغضب عقل صاحبه فلا يدري ما يقول فالطلاق في مثل هذا لا يقع طيب المرتبة الثانية يكون غضبان ولكن لا يغطي الغضب عقله ويعي ما يقول فالطلاق قطعا يقع مادم قال لا أن تطالق باللفظ الصريح المنجز ويفهم ما يقول النوع الثالث الغضب يشتد ويتحكم فيه ويتلفظ بالطلاق وهو يعي ما يقول لكن الغضب قد اشتد وتحكم فيه فهذا محل خلاف بين أهل العلم من أهل العلم من قال بوقوعه ومنهم من قال بعدم وقوعه إذن أنا ذكرت أن الإمام القيم ابن القيم تلميش شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليهما ذكر أن الغضب له ثلاثة مراتب وبينت هذه المراتب الكلام لن احكيته ده اسمه مدارسة علمية مدارسة علمية أينها؟ لكن هل هي فتوى؟ لا لأنه لابد لصاحب الفتوى اللي طلق يكون بين يديه فأسمع منه الاستفتاء وبعد سماع الاستفتاء استوضح منه وأستبي فبعد الاستيضاح والاستبيان أفتيه هل هذا وقع أم لم يقع أما وإن صاحب المسألة ليس بين يديه فأنا أنصح بالذهاب إلى ضار الإفتاء أو إلى أقرب عالم رباني له والله المستعان نعم وبهذه المناسبة أنا أود أن أذكر نفسي وسائر الأمة بحديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي رواه ابن ماجة بإسناد حسنه غير واحد من أهل العلم ثلاثة هزلهن جد وجدهن جد النكاح والطلاق والرجعة النكاح والطلاق والرجعة فعلى الرجال أن يتقوا الله جل وعلا في ألسنتهم لأن الله جل وعلا قال ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وعلى النسوة أن لا يوصلنا الرجال إلى دركة من الغضب تثمر مصائب فعلى المرأة أن تستوعب زوجها وعلى الزوج أن يتروى ويتريث والله المستعان نعم سؤال الثالث ما حكم الشغل في السياحة حتى لو كنت بعيد عن تقديم الخمور والله يا أخي السياحة تنقسمنا قسمين السياحة الأولى سياحة دينية شرعية إسلامية اللي هي الحق والعمرة هذه حقية طيبة يعني تجمع جوازات الناس وتأتي لهم بتأشير للعمرة وتأشير للحج تعينهم على قول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غنيل عن العالمين تعينهم على قول الله تعالى وأتم الحج والعمرة لله تعينهم على قول النبي صلى الله عليه وسلم العمرات إلى العمرات كفارة لما بينهما مجتنمة الكبائر وهذه هذه السياحة سياحة طيبة أين وأما السياحة التي تحمل فيها النساء العاريات للأمراء لبس سروال قصير لقول عليه شرط ولبس فنيلة بحملات أي نعم جسمها باين ليه لأنها امرأة أتت من بلاد أوروبا أو من أمريكا أو من كذا أو من أستراليا أو من روسيا فليس بعد الكفر ذنب فأنت إذا كنت موجودا بين هؤلاء فأنت بشر ولا حجر أنت بشر طيب وعينك ستقى على ذلك طيب دي فتنة ولا لا واحد طيب احنا ممكن نراهم في الشارع يا أخي في فرق بين أن تراهم مرور الكرام ها وإذا وقع بصرك غضط ما استطعت إلى ذلك سبيلا أي نعم تنتهي نهيا قطعيا وبين أن تعيش معهم حتى تألف المعصية والعياذ بالله فأنا لا أنصحك بذلك وسبب نصيحتي بعدم وجودك أنك ستكون في المنكر بصفة مستمرة ومتصلة ومتتابعة ودائمة حتى تألف المنكر فيصير المنكر معك غير منكر أي نعم طيب والإنسان يحتاج إلى قوله تعالى واصبر نفسك مع مين مع المتبرجات ولا أهل الموسيقى ولا أهل العري واصبر نفسك مع مين مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون عشاه هذا هو المطلوب سلامك الله نعم حكم من لا يصلي الجمعة يصليها ظهر أخوانا أنتم تعلمون أن صلاة الجمعة فرض عين على الرجال من اللي لا تجب عليه الجمعة التي لا تجب عليه الجمعة المسافر المريض الصبي المرأة العبد خمسة لا تجب عليه من الجمعة لهو المريض والمسافر والعبد والمرأة والصبي طيب غير ذلك تجب عليه الجمعة وربنا جل وعلا قال في كتابه يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا فعل أمر يفيد الوجوب فاسعوا إلى ذكر الله ذكر الله هنا هو الخطبة فحضور خطبة الجمعة فريضة فاسعوا إلى ذكر الله وذر البيع يعني مش تترك البيع بس بل تترك كل ما يشغلك عن خطبة الجمعة وصلاة الجمعة وإنما البيع خرج مخرج الغالب وذر البيع ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون فستتركك للجمعة وصلاة وصلاتك للظهر وأنت من أهل الجمعة تكون آثمة ومن ترك ثلاث جمعة تهاؤنا طابع الله على قلبه أو كما قال صلاة ربي وسلامه عليه والله أعلم امرأة تقول أنا متزوجة من رجل أصغر مني زواج رسمي وأهل لا يعلمون وللظروف ما سوف يتزوج من أخرى تزغره في السن ولا يريد أن يطلقني لكنه سوف يخفي عن هذه البنت أنه متزوج حتى لا يفتضح أمره وهو يعدني بالعد بيننا وبحسن معاشرتي هل أوافق أم أرفض وهل زواجه بالثانية وكذبه عليها يجعل الزواج الصحيح الجواب بحول الملك الوهاب أولا الكذب يهدي إلى الفجور رسول الكذب عليه الصلاة والسلام الكذب يهدي إلى الفجور والفجور يهدي إلى النار وما زال الرجل يكذب حتى يكتب عند الله كذابة طب في المقابل الصدق يهدي إلى البر والبر يهدي إلى الجنة وما زال الرجل يصدق حتى يكتب عند الله صديقه أو كما قال صلوات ربي وسلامه عليه طيب صفات المنافق إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أتمن خان وإذا خاصم فجر وإذا عاهد غضر إذن أنا لا أنصحك ثم إن الزواج لا يتم إلا بإيجاب وقبول وولي وشهدين ومهر وإعلان الزواج لا يتم إلا بإيجاب وقبول وولي وشهدين ومهر وإعلان هذا هو الزواج بالشرعي ولذا فإني أحذر من غير ذلك على كل حال فاصل وبعده إن شاء الله سنواصل فلا تذهبوا عنا بعيدا وصل اللهم وسلم وبارك على البشير النذير محمد فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون 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 بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد صلى الله وسلم ثم أما بعد عدت إليكم بحمد الله وتوفيقه وهذا سائل كريم يقول مات عندنا الوالد يعني أبوهم مات رحمة الله على والديه عليه طيب يقول بالنسبة الملابس نعمل فيه إيه الملابس ديا من جملة الميراث فإن اتفق الورثة على التصدق بها فهذا شيء حسن لهم ولأبيهم الذي مات ولأبيهم الذي مات ها وأنتم تعلمون حديث أبي هرير رضي الله عنه في صحيح مسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو ولد صالح يدعو له أو علم ينتفع به أو كما قال صلى الله عليه وسلم يبقى الإجابة في ثلاث كلمات الكلمة الأولى هذه الملابس من جملة الميراث الكلمة الثانية لهم إن اتفقوا أن يتصدقوا بها الكلمة الثالثة والأخيرة إن وفقوا إلى ما ذكر آنفا كان ذلك تثقيلا لميزان حسناتهم وميزان حسنات أبيهم والله أعلم طيب اللهم صلى على محمد صلى الله عليه وسلم هل تسمية الولد باسم قديم حلال أم حرام يعني لو سمت الولد إبراهيم أو نوح أو موسى أو عيسى أو محمد وهذه أسماء أولي العزم الخمسة هذا على سبيل المثال فهذه أسماء مباركة أسماء رسل الله عليه الصلاة والسلام المهم أن لا يسمى المرء اسم غير موفق أي نعم فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن وأصدقها حارث وهمام والله أعلم أم زوجتي ذهبت وتركت لي طفلطين وأنا تزوجت غيرها وهي تزوجت أيضا والآن ترسل أخبار مع الناس بأنها تريد أن تتكلم معهم عبر الهاتف وتقول بأنها ندمت وزوجتي لا ترضى أن نتكلم الأولاد ماذا أفعل الجواب بحول الملك الوهاب ما فعلته ابتداء خطأ لها قطع علاقتها بأولادها طب ما وجه الخطأ وجه الخطأ أن الله تعالى قال فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى بصرهم طيب والآن يعني استيقظت من نومها وانتبهت من غفلتها كما يقولون فالله يقبل توبة التائب وتريد الآن أن ترى أولادها فهل هذا من حقها الجواب نعم هذا من حقها طب زوجتك الجديدة ترفض ذلك هل هذا من حق زوجتك هل الجواب لا ليس من حقها أي نعم فإن الله سبحانه وبحمده أمر في صورة المائدة فقال عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان فإذا كانت حجر عثر فقد قامت بالإثم والعدوان أي نعم فينبغي أن نفهم أن نفهمها ذلك بأدب ورفق لأن الذي دفعها إلى ذلك الغيرة والغيرة أمر طبيعي في النسوة لكن لا بد أن تنضبط بضوابط الشرع فحين ففعلها هذا ليس فيه ضابط شرعي فلكن في حاجة أن تفهم وتعلم بالحكمة والموعظة الحسنة أين جميل ثم ماذا هل لو ذكرت الصلاة الإبراهيمية الصلاة الإبراهيمية اللهم صلى على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد المجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما بركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد المجيد لأولا طب ثانيا من أهل العلم قال أنها ركم من أركان الصلاة غير التحيات ومن أهل العلم قال أنها واجب من واجبات الصلاة ومن أهل العلم قال أنها سنة مؤكدة كم قولي ذكرت لك ثلاثة أقوال ركن واجب سنة مؤكدة أي نعم وتلتزم بالصيغة الثابتة لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في البخاري صلوا كما رأيتموني أصلي وهناك كتاب للعلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمة الله على والدي وعليه وعلى سائر علمائنا ومشيخنا اسمه صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك ترى هذا الكتاب كتاب ماتع طم ماتع ليه لأنه لم يذكر فيه شيئا إلا بدليله وخلاء من الأحاديث التي لا تصح حيث الرجل إمام في الحديث نحسبه كذلك والله حسيمه ولا أزكي ولا نزكي على الله أحد طيب ده رقم واحد رقم اتنين الكتاب ده له مختصر خفيف لطيف موجز ممكن تشتري بالمختصر أي نعم ونسأل الله أن ينفعني وإياك بما قلت تشاجرت مع زوجتي واحد يقول تشاجرت مع زوجتي فأغضبتني فشتمتها وسبيت الدين أثناء غضب كثير فاستغفرت الله وهديت ما حكم سب دين الزوجة بحال الغضب الشديد الجواب حول الملك الوهاب سب الدين وأنت تعي ما تقول كفر أكبر يخرج صاحبه عن ملة الإسلام قل أب الله وآياتي ورسوله كنت تستزئون فما المطلوب منك المطلوب أن تغتسل غسل الإسلام وتشهد الشهادتين وتقلع عن هذه الجريمة النقراء بل أم الجرائم وتندم على فعلك وتعزم على عدم العودة إلى أم الجرائم هذه أي نعم لأنك لو مت لمت على الكفر والعياذ بالله ونحن نريد لأنفسنا ولك أن تموت على لا إله إلا الله بصدق محمد رسول الله باتباع قلبا وقالبا أي نعم أما إذا كنت قد تلفظت بهذه اللفظة القبيحة دون أن تعي ما تقول ولما ذكرت لك أنكرت فمعناها أن الغضب غط عقلك وليس عليك شيء أي نعم إذا كان الأمر كذلك والله تعالى قال في كتابه بل الإنسان على نفسه بصيرة وأنا أقول لك عود لسانك على التسبيح التحميد التكبير التهليل الحوقلة الاستعاذ بالله من الشيطان الرجيم ها فإما أنزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله نعم إنه السميع العليم عود نفسك على كثرة الصلاة والسلام على سيدنا النبي صلى الله عليه فإذا عودت نفسك على كثرة تلاوة القرآن وكثرة الاستغفار وكثرة الدعاء والتضرع والابتهال وما كان على شاكلة ذلك مما ذكرت نفسي وإياك به عموم الأمة فإن لسانك لن ينطق بمثل هذه الجريمة التي أرض من الله أن يتوب عليك وعلى سائر المسلمين والمسلمات منها ومن غيرها آمين طيب ما حكم الكذب لكي أحصل على حقي الوصول إلى حقك أمر مشروع ولكن تصل إليه بأمر مشروع الوصول إلى حقك أمر مشروع ولكن تصل إليه بأمر مشروع والكذب غير مشروع فإن الله تعالى قال يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين اتقوا الله يعني إيه؟ يعني اتمروا بأمره وانتهوا بنهيه عبودية له عز وجل أيها إذن لا يجوز أن تصل إلى حقك بكذب طيب هل صورة الملك تنجي من عذاب القبر؟ نعم رجل مسلم ومستقيم على أوامر الله عز وجل وفي كل ليلة يقرأ صورة تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قليل الحديث عند أبي داود والترمذي بإسنان حسن من القرآن صورة ثلاثون آية شفعت لصاحبها حتى غفر له أو كما قال صلوات ربي وسلامه عليه فإذا قرأها الإنسان فعليه أن يتدبر قرية أن يتدبر في آياتها هي وغيرها من صور القرآن لأن الله سبحانه وبحمده قال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليه ليتدبروا آياته فمثلا ليبلوكم أيكم أحسن عملا ليبلوكم يعني إيه ليختبركم ليمتحنكم ليفحصكم أيكم أحسن عملا يعني إيه يعني يكون العمل خالصا صوابة خالصا صوابة يعني إيه يعني لازم يكون كل قول وعمل خالص لله عز وجل على طريق رسول الله حتى يتفضل الله علينا بقبوله ها أيها مثلا أمنتم من في السماء أن يخصف بكم الأرض فإذا هي تمر يبقى ربنا فين على السماء أين ربنا اللي قال كده آمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير لبنا ربنا على السماء آمنتم فيه فيه بمعنى على أي نعم فإحنا نبعد أنفسنا عن الكفر عن الشرك عن النفاق عن البدعة عن الكبائر ما استطعنا إلى ذلك سبيل حتى لا يخصف فينا الأرض وحتى لا نستجلب لأن الكفر والشرك والنفاق والبدعة فيه استجلاب لصخط الله طب الإيمان والتوحد والإخلاص والطاعة بالإخلاص لله عز وجل متابعة النبي صلى الله عليه وسلم فيها استجلاب رضى الله الله هو الرضى من صفات ربنا نعم والصخط من صفات ربنا نعم أين فأنت عرفت ما الذي يستجلب رضى الله وما الذي يستجلب صخط الله عز وجل والله أعلم أين طيب وحدة دايما كل ما تيجي عندي تقعد تقول أنت لا تعديش أبدا ولا بتبطل حركة وكلامها بيجاعن إيه المهم هي ضربطها عيني يعني الست دي بتقول أنت تعديش أبدا حركتك كثيرة المطلوب إيه تقول تبارك الله ما شاء الله هي لم تقل تبارك الله ولا ما شاء الله طب ربنا أليه في القرآن وإيه يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا ذكر طب الرسول أليه في السنة قال عليه الصلاة والسلام العين حق وقال لو كان شيء يسبق القدر لسبقته العين وقال عليه الصلاة والسلام جل ما يدخل الناس القبر والجمل القدر العين أو كما قال صلى الله عليه الصلاة والسلام في صحيح سنة ابن ماجه في كتاب الطب أيها طب هي تعمل إيه دلوقتي ولا حك تتوضه وتقرأ على نفسها سلط الفاتحة ثلاث مرات وتمسح بيمينها على جسمها من رأسها وجهة وينزك إبقى رقت نفسها بإيه بأعظم صورة في القرآن ويا صورة الفاتحة وقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري أنه رقى سيد الحي وكان نديغا بالفاتحة فكأنما نشط من عقاب وكلكم يحفظ الفاتحة والحمد لله فقراءتها ركن من أركان الصلاة في كل ركعة من ركعات الصلاة فرضا كانت أو نافلة وبذلك تكون قد رقت نفسها والأمر يسير ونسى الله أن يحفظكم بعينه التي لا تنام هل صحيح بأن دعوة أربعين غريب مستجابة يعني مثلا واحد من مصر ذهب إلى الكويت إلى السعودية واربعين واحد مثله يبقى غرباء هل دعوة أربعين غريب مستجابة الكلام هذا لا نعلم له دليلا لا من كتاب ولا من صحيح السن المال اللي نعلمه إيه اللي نعلمه آية البقرة وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الدعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون حتى لو كنت واحدا حتى لو كنت واحدا طيب آية إيه آية غافر لي إيه وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدقلون جهنم داخلي والله أعلم وفي السنة الدعاء هو العبادة هديث يعني طيب أسأل عن الأرحام التي يحاسب عنها وكيف تكون صلاة الرحيم الجواب جميع أقارب أبيكي وجميع أقارب أمك أرحام والمطلوب صلتهم لكن الصلة تبدأ بالأهم ثم المهم يعني إيه الأهم يعني إخواتك وإخوانك أبدأ بإخواتي ثم أخواني أينها طيب افرض إن أخويا مريض أبدأ بأخويا المريض طيب أعمامي أولادي أعمامي أبدأ بأعمامي ثم أولادي أعمامي طيب أبدأ بعماتي أو أولادي أعماتي لا أعماتي ثم أولادي أعماتي طيب أبدأ بخالي بخوالي والأولاد خالي أبدأ بخالي ثم أولاده أبدأ بخالته والأولاد خالتي أبدأ بخالتي أبدأ بالأهم ثم المهم ما استطعت إلى ذلك سبيل وكذلك بعدا وقربا بعدا وقربا يعني إيه يعني واحد ساكن في القاهرة وخالته في أصواء يركب القطرة 14 ساعة حتى يصل إليها يركب الطائرة ساعة أيها فدا ممكن يصلها في الهاتف وحينما يتيصل الله الذهاب بنفسه يذهب بنفسه أين عم خلاف ما تكون خالتك أو عمتك أو عمك أو خالك في نفس القرية أو في نفس الشارع أو في نفس الحي في المدينة أنت ساكن فيه وتستطيع أن تتصل كل عشر أيام كل خمسة يوم مثلا أين عم وكذا بارك الله فيك فالأمر يخضع إلى قرب وبعد والقدرة والعجز والنفق في استطاعتك وعالم استطاعتك إلى غير ذلك طيب لي صديق لديه قطعة أرض يريد بناءها وكتابتها لبنتيه وزوجته وله إخوة فالهذا يجوز والله إذا فعل هذا في حياته يعني وهابا قطعة الأرض لزوجته وبنتيه وليس في نياته أن يعرب من تقسيم الله فلا حرش طيب دي الفتوى بقيت النصيح هل أنصحه بذلك لشواب لا لا أنصحه طب ليه يا أخي قد يطول بك العمر وتعيش لتسعين سنة ها وقد تحتاج هذه القطعة وقد تمرد فتحتاج أن تبيع لتعالج نفسك قد تموت زوجتك فتحتاج أن تتزوج قد بارك الله فيك تحتاج إلى خادم يخدمك وراتبك على قدر نفقتك فتحتاج هذا المال فدعي الأمور حتى بعد عمر طول على الطاعة إذا مت الأول تقسم بتقسيم الله عز وجل هذا وإن كان من توفيق فهو من الله وحده وإن كان من خطأ أو زلل أو سهو أو نسيان فهو من نفسي والشيطان والله ورسوله منه براء وصل اللهم وسلم وبارك على البشير النذير محمد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أمن أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون يا ر يقول定 zweكم ورحمة الله وبركاته